اوكي ما نقوله دلوقتي ان عندنا عملنا او في مراحل متقدمة نحن عملناه ودلوقتي عاوزين نبدأ نعمل اناليسيز للاوت بوتل اللي بيطلع من الاوت كم بيطلع منا اوكي وعلشان نعمل الكلام ده يعني محتاجين نشتغل شوية على اولا هنكتب كوت صغير عشان نتبقى نعمل بتاعنا احنا مرة الفتعة ما بلاقينا نشتغل ونعمل مرة كله قبلها وقبل كده كنا بيبقى عندي معينة يعني اللي بيطلع النتيجة لو عملت تجو مرة تانية عن نفسي عن ستب ان تجو مرة تانية بالله علي نتيجة تانية ممكن لها مختلفة عن الاولانية اوكي زي ما اتفادأ بلكده كان انا عملت يعني اا كان انا عملت سامبل من الشغل البتاعي اوكي كل روند بالنسبة لي كان عبارة عن سامبل ولكن نتيجة مختلفة زي ما شو كمان شوية طب عايز اعمل الكلام دكتور من مرة يعني عايز عند كل المستقلة اللي عندي عمل تجربة بتاعتي اعيدها مسلا نسئ عشرين مرات عشرين مرات عشرين مرات اتعين كان العدد عايز اعمل الكلام ده وعايز اعمله اوكي وعايز شوف النتيجة تطلع ازاي وعايز ابتتا غير في البرامتر بتاعتي وغير الشتو مرة واشوف اللي يطلع عندي اوكي فبنقول دلوقتي اا علشان عارف ان اعملت اعملت جي بزمولي واعاز ابدأ أستخدمه اوكي هدا ساخدمه جزاي. ازاي بدا اعمل التجربة ديك بشكل سهل وبسيط. عند طرقية انك تبقى كود. يستخدم التولز اللي موجودة ده النت لوجو زي الديبير سبيس. هنشوف مع بعض ازاي نستخدم الديبير سبيس بشكل وبسط النهاردة. اوكي. فنبدأ نشوف الكلام ده مع بعض. فبنقول دلوقتي. what kind of results can agent business model produce? اوكي ريزة ممكن تطلع لي. طلع لي بشكل باي شكل. اوكي. وازاي عمل لها ازاي عمل لها test. ازاي عمل لها examine. ازاي عمل لها analysis. اوكي. ده من الجزء اللي احنا دايما بنشتغل عليه. الجزء من validation اللي احنا بنشتغل عليه دائما ان انا بشوف النتاج اللي بتطلع عندي من بتاعي. سوري من بتاعي. هاي بتطلع ده similar او اللي بيطلع similar اللي انا بشوفه في الواقع ولا لا او لزارة انا انا عايز ادراسها. اوكي. فعلشان ادي انا اعمل examine لي او النتاج اللي بيطلع او النتاج اللي بيطلع من عندنا. اوكي. في عندي اكتر من طريقة. ده رستخدمها. اوكي. طيب. اه لو استخدم طرقة واحدة بس واشتعلت عليها. ده ممكن يحدد لي اللي خلينا بقى محدود في عرض النتائج بتاعتي. ففي عممكن ان انا عارف الطرق اللي موجودة عندي اللي هي اللي موجودة وابدأ اقار ما بينها وابدأ استخدم الطرق اللي هي مناسبة للشغول بتاعي. العرض النتائج يعني بمعنى معنى اضاق يعني. فممكن مسلا عليه ان انا دلوقتي. اه قبل ما ابتلي الموضوع البتاعي. محتاج ان انا فكر كويس. هعرض اللي بتاعتي ازاي. هل اعرضها باسلوب احصائي. يعني واعمل test النتائج بتاعتي. وعمل لها analysis. بحليل احصائي بس. واللي محتاج احط ولا محتاج احط حاجات خاصة بتاعتي زي ما نشوف دلوقتي. ماشي. في عائدنا محتاج ان انا وانا بابد من الموضوع البتاعي اكون عارف الكلام ده ليه? ان انا بابدأ اطلع النتائج. اوكي? اللي هي تساعدني في التحليل بتاعي. ان انا باجي في النتائج بتاعي اقول له مسلا في الاخرى هنحسب لي مجموعة بشكل معين. اوكي? عشان دي اللي هابدأ اخدها وابدأ احللها. بما احللها بنتيجة بشكل الاحصائي. اوكي? ممكن نطلع متوسطات او الحروف معيارة وكلام ده. ممكن لان محتاج اه شكل مختلف وزي ما كنا بنمشي كالسجرجيشة محتاج نعمل كلاستر اناليزز او حاجة زي كده. في التحليل بدعاء مختلف شوية. طيب. فبنقول هنا علشان نبدأ نبدأ هنا نشوف الاساليبي اللي ممكن نعمل واناليزيج الديتا اللي بتطلع من موضل. ممكن نحللها احصائيا. بسرعة الاناليزي وهوسط اللي عندنا. وتبقى بحاجة طلعة عادية تتنفع ان انا اه اسخدمها احصائيا وابدأ لعى النتائج بتاعتي او احللها. او ان انا احطها في شكل جراف وبالتابع في عندي جرافية الابريزنتيشن اللي الاتات بتطلع عندي. وممكن طبعا ان انا اخد اعمال اتنين مع بعض بشكل عندك احصائية وبعددت عاملها رجلة جرافية الابريزنتيشن اللي بيحفر الارقام ويقدر يفهمها بسهولة ولو يقدر يشوفها من خلال رسومات بيانية او اشكال بيانية بتوضح حالي برضو ناس دار منها. ويقدر تفهمها فده طلع له دي. اه ممكن لا في حاجات بتعتمد على ان بشكل معين عندي. وزي تتقسم الحاجات دي كلها بتعتمد على عندي او حاجة على حاجة على توزيع جرافي او اماكن بحتاج ان انا او اضحها. فبعندي في اكتر من اسلوب ممكن ان انا استخدمه او احتاجه او الاجئة اليه في ان انا اعمل لديتا اللي بتطلع عندي من طبعا ممكن اختار اسلوب واحد وطبع الاربعة على حسب ايه الدروسك بتاعي او الشغل بتاعي اللي انا عايز اعملوه. تمام? فالستاتيسكة الاناليزة او السكاريزة احنا بنتكلم عنها. زي يعني زي بنقول لي يعني زي المين? متوسطات زي او كي? واضحر ما يصدق لي كلها ادار ان انا بقوة بطلعها. وفي الغالي بتكون الفيرابلزي بتكون فابدأ اعمل لها كل الاناليزة اللي انا عاوزه. ممكن حتى توصل. او كان اعملو بكل انوع على حسب اللي هي الديتا اللي طلعا لي وعلى حسب الهدف اللي انا عاوز اعملو انا بطلع الديتا على حسب الهدف. وبالتالي زي بنقول وانا بصمم الموضل بتاعي. بصمم الاوت بطل اللي هيطلع عندي عشان هستخدمه في الاناليزز بتاعي. اوكي? اللي احنا بنعمل او ان احنا ممكن نستخدم اللي ايه الاوتكم اللي بطلع عن مني الاستاسكال او اي اوتكم انا بحتاجه. وابدر اعملو ايه اه 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 ابدو احطه في شكل ايه رسومات ودبقى سهلة. وانا اي حد بسهولة جدا يعملو ايه مجرد مجرد المظهر اللي بعملو ايه مجرد. دكتور مش كونسيرد بس بالاكوشن بيز مجرد ممكن يشتغل في الفنومنة بيز داعي دي صح? ايه الفطران البوزة بتاع الاستاسكال انت بتبص على الاوتكم اللي بيطلع على النتائج الابتدار تتحليليها. اه. تمام? كانت عندك ديتا طلعة كانها يعني او كانك عملت اا استرادمت اي اسلوب وعندك ديتا طلعة عايز تحليل الديتا. اوكي الاواء يعني ان بعد ما خلص خلص الديتا هستخدم الديتا اللي طلعها لي بشكل عامل ازاي. بالضبط. طبعا احنا ممكن نستخدمها باستسكال انها لازل في طرق اتحكتين. في الجزء الاولاني ان انا ممكن اخد من زي ما بنشوف الاحصاءات اللي مسلا اللي موجودة حاليا بعد كورونا فيروس اللي موجودة. ممكن استخدمها لحوطها عندي. ممكن ابدأ ابد المودل بتاعي بيها. تمام? اه. وده تبقى لها مرحلة ان انا بدخلها كنبوت للمودل بتاعي. في ان انا حط السيتنجز للمودل بتاعي. طب النتائج اللي بتطلع زي ما نشوف كمان شوية. النتائج بتطلع عند النتائج كترة جدا. طب عايز اشوف العلاقات ما بينها. تمام? وقدام ان انا هشوف العلاقات ما بينها ازاي. اه. فيالات قدامي. اول حاجة اوه وطلت طرق ديك في الدماغ ان انا حالي لاحصائيا. وابدأ اشوف العلاقات اللي بينها. وبعا كي اعمل لها جرافكال اي ريبريزنتيشن ليه او اشوف اصد بعض الجرافز عشان تبقى ان توضح لي بعض العلاقات الاخره. تمام? بعد كده عندي اه طرق داتة اللي هي النيتورك بايز ريزورت. اوكي مزي؟ مزي بقون زي كلاستر اي اناليسيز و باس لينس انزامانيشن. اوكي ان انا اه واي نوع من انواع الديتا اللي بيكت اتساعدني في الموضوع ده كلاستر ازبعنا ان انا بجمع ديتا جانب بعضها او شباياها بعضها ممكن تكون بيكتازنة ببعض بمعنى اللي هما بمعنى المكان انها ممكن بيكتز لها نفس ويحطها مع بعض. اوكي? طيب هنا في نيتورك تواجدت هنا مبين الديتا ديت ان الديتا ديت اعود ببعضها بشكل او باخرى تجعل معينة. اوكي? في حين فيه جامعات مع بعضها بكراستر بكراستر او ببروبيتس مختلفة شوية. ويجبت تجمعهم ايه? مع بعض. اوكي? اوكي? ان احنا لو بنستخدم بقى على اكتر من الديتا. انا عند اكتر من وعايز اتعامل معها ابدأ اشوفها يعني ايه? يعني ايه? يعني كده انا ابدأ اشتغلها واشوف يعني شكل الديتا عامل ازاي? وشكل البيهيوير بتاع الديتا عامل ازاي? اضع ان انا ايه? اشوف الكلام ده. اوكي? دي just introduction للايه? لفرق ايه? اللي احنا اشتغل بهم يعني. فما نتكلم بقى على الموضل بتاعنا اللي احنا بدأنا نجرب فيه وفيه موضل زي ما قلنا موجود في الكتاب اللي هو او احنا بدأنا نتجرب فيه بدأنا نجرب احنا نلم الموضل وهو زي ما اتفقنا فيه موضل فيه كزا اكتر من موضل موجودين في الكتاب واحد في الكتاب وفيه اكتر وفيه واحد التاني في موجود فيه تحت البيولوجي هنلاقي فيه برضو اللي هو ايه حاجة سولو ايه يعني. فعندي اكتر من موضل بس احنا نتساعد من موجود في الكتاب دلوقتي. اوكي? فاحنا قلنا كزي ما قلنا مرة فاتت لو احنا بدأنا ان انا عندي اه ديت الموضل بتاعي بخمس اشخاص كانوا اوكي? وكل واحد فيهم كل خطوة بعمل للخمس اشخاص تانين. انا بعد بس ان انا بقى عندي مئة استو خمسين شخص بقى ايه بقى. طبعا الموضل هنا يعني يعني في عالد ايه الانفكتد دي. تمام? لكن لو احنا مش هنا بالشكل ده كده هنلاقي ان الكرز بتاع بيطلع بشكل سريع جدا لفوق بيكون مازل بشكل سريع جدا عشان كنا بنسميه لاني طبعا هتلاقي الوصل الهندرد بشكل سريع هتلاقي في بعض الناس كل واحد مفروض يعمل او يعمل او يعمل هبقى عنده مرحلة يبقى الناس معظم الناس بيتعديها العدوى مش هتلاقي ناس تعديها. اوكي? وما فيش بيحصل هنا. تمام? اه فهو ماشيين بشكل لانهم بشكل يعني كل واحد بياخد خمسة والخمسة خمسة ويكزا يعني. بيعطي ان كل واحد مش مسؤول بمعنى ان كل واحد بيدي كده بيعدي خمسة يعني بيوصل الدي زيد لخمسة تانين والخمسة تقول كل واحد فيهم بيعدي خمسة وهكزا. يعني اجعل دمار حازم تفنى لانيه الموضوع ايه وقف كده? مش حدش عافي يعد بعد كده ان كل خلصت عادة. بعش اقتنا بنقول هنا الموضوع ده ما ما مش هو صح لانيه اوالا في يعني ممكن ناس تقابل ناس اكتر من ناس تانية بمعنى ان لو في واحد بطبيعة شوه موجود في شغل والشغل بتاعه ده اه عدد الاشخاص جديد بقابلهم قليلين جدا. فممكن اه يعدى بناس بعدد قليل. انما في واحد تاني لا بيتحرك كتير بيقابل اشخاص كتير اشخاص كتير حتى كنت بيقول هنا في الريال لايف مش هاسمها اه يونيفورم ميكسن او نقولها سماها اه يونيفورم ميكسن او نفيش كل واحد بيعدي العدد معين لها دنيا مختلفة شوية اوكي الحاجة التانية نفسها بتيجي وبتلعب دور في الموضوع هل ممكن بيها نفسها اه تساعد على بتشعر المرض ولا تجي عكس بتشعر المرض اوكي اه دي كلها بتبقى حاجات يازم نحطها جوا في اعتبارنا ماشي اه الحاجة اللي بعد كده اه مش كل الناس يا ما انت فانا اه بتقابل ناس تتعديها مباشرة لا مفاناتوا بس لأ ممكن ناس ما تتعدي ممكن ناس ما تتعدي المرض عندها اه مناعة شوية الاخر يعني. الموضل بتاع الديزيز اللي احنا بنتكلم عنه وانحنا بس حتى هنشتغل بنشرح على دي بس هنتكلم على الموضل بتاعنا. ده الموضل بتاع الديزيز اللي هو موجود في الكتاب. اوكي. عنده هنا البيئة عنده هنا او طريق حركة الاجيانس عنده هنا بتعتمد على ثلاث حالات مختلفة عن بعضها. اول حاجة موبايل ايجان وبينهم بتحركوا. واحنا كانت شغلينه تقريبا في المدى هنا عملينه بهذا الشكل. ان الاجيانس بتتحرك. اوكي. لها في جزء اللي ما قلنا عادنا فوقه هنا. اوكي اول حاجة موبايل. في بعلي كافة عادنا نتورك بايل. اوكي. في انفرومنت بايلة. ببعنا جميلة انفرومنت تبقى احصل لها انفرومنت. ان تبقى في مكان عندي وبقى انفرومنت. وبتلا اي حد هيقرب منه هيبقى انفرومنت. اوكي. وبعنها بحطيها النمبر ونفرومنت. اوكي والنمبر ونفرومنت. اوكي. وهنا الكنيكشنز برنود ده خاص من النتورك نفسها. انا عندي النتورك وكم واحد. موجود عندي انا ببعض اعمل لينك معه. اوكي. والديزيز ديكاي بعد كام مرة بيحصل الديزيز بيبدأ ايه يختفي الواحد اللي يصيب المرض يبدأ ايه? يعني لفترة الحضانة الفيروس يعني في الانسان الفيروس دي موجود معه. هنا تنتكس. اوكي. وعملها سيطاب بجو وانس وجو. كان من جو وانس وجو ان جو وانس يمشي مرة واحدة. ما فيهاش الجوز بتاعيه الموجود عندي ده. اوكي. ايه يمشي مرة واحدة بس. وهنا ان هو بيبدأ يعيد بعض اللي عنده. اوكي. ده شكل ده طبعا الجراف اللي موجود بيطلع عندي. ده الموضل اللي هو ايه بيشتل عليه. احنا هنبدأ انا مشتلع عن الموضل بتاعنا من جيهة البيبور سكيس. طيب. طيب. طيب ما ليجت ده هنا. اللي بسمي الانشياء الانفتيجيشن. لو احنا جينا قلنا وكنا بيتكلمنا فيها المرة اللي فاتت قلنا لو البوليشن دينستي. افكت the spirits of disease. مكان زحمة بشكل كتير. عدد السكان كتير قوي. ومودي في مكان صغير. هذا بيأثر على انتشار الديزيز ولا لأ. او العكس المكان يعني المكان عدد السكان قليل. عدد بيأثر ولا لأ. اوكي. اه وتجالي من بعضكم يعني اه ان عدد السكان كل ما بيقل. انتشار الديزيز بيقل. كل ما يزيد انتشار الديزيز بيشكل بشكل اسرع بشكل اكتر لاني نشعر جدا من بعضها. فعادي ديشو كلام ذلك لابده صح ولا لأ. تماما? فا. ففي عندنا ان مسلا لو قلنا لو في عاني وكل واحد فينا بدأ ايه ياخد ايه واشتغل بيه. ماشي وعايز ايه يجرب. فكل واحد فينا هيبدأ اخد الموضل ويبدأ ايه يحطه مرة سيب مية واحد ياخد مرة خمسون مية ويعمل اوكي. اوكي. بيطالة التقريب مية واوكي. بيطلع على إناتي اختلفة على تاني فكل مرة. تمام leveraging ح Destiny مرة 100 مرة 150 مرة 200 و بقى يحسب time steps لحد ما حصل 100% من الببليشة أو الببليشة كلهم حصلهم انفكشن لأنه عند 50 عند كل الببليشة بتاعي 50 وصل لي 419 time steps 100 188 and so on هنلاحظ أن الأرقام من فوق لتحت مختلفة مختلفة كمان بأرقام مش مشى بشكل فيها better than معين هنلاحظ فوق مثلا هو عندنا ان الخمسين هي اعلى حاجة عن ان بيوصل الناس 100% من انفكشن بيوصل اعلى حاجة تمام نبص مثلا في الرن اللي تحت ليه مثلا خمسين ومية الفرق منهم مش كبير قوي انما فوق الفرق اكتر من الضعف تحت لا الفرق ما يمتلك المية ما يعدش عشرون في المية اقل من عشرون في المية تمام انما فوق بيتكلم فيه ممكن ما يكون من ميتين وخمسين في المية ضعف يعني مرتين ونص الايه على دلوقت اوكي على المية وخمسين فوق اه قرابة جدا من من المية فاللي تحت لا ما اصلا واصلا دمان للنص فالباترن هنا مش واضح قوي فعما نيجي طلع روزة بها دا الشكل ونقول لا يا جماعة دي دينك انا مش واضحة يعني اه خصوصا الارقام يعني بسيثناء اللي هي رقم ميتين ديت اللي عبر بوليش نصي ميتين لانما لو بصنا حتى احسن عاد نبص على الارقام الاولانية وحبنا حتى نعمل آآ تست بينها اولا مش هكتعمل تست لان دا رقم مو دا رقم مش هكتعمل رقم برقم اوكي لازم اقارن يعني ايه سامبل بسامبل عشان كده بنقول لأ محتاجين ان احنا نعمل ايه نعمل سامبل بقى مش هعمل لها مرة ومرة لأ انا محتاجي عمل كل تجربة منهم ساي عشر مرات عشرون مرة تلاتين مرة فنبدأ اونو ساعتها بقى نتكلم بقى ساعتها على الديتا دية نبدأ ان نبدأ نقارن نبدأ نعمل خمسين ومية 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 وميتين ومحتاج ان انا اعمل رن للتجربة بتاعتي عند خمسين عشر مرات وكل مرة بسجل آآ حصل انفكشن امتى? طب هعمل ده ازاي? قدام الطريقة ان انا طبعا اضغط احط بتاعتين بخمسين قلو سيطاب انجو يطلع العادل او مسجل على مرة الرقم بعد كده سيطاب انجو او مسجل تاني سيطاب انجو هكذا العملية يعني متعبة ومرهقة ان انا لو عندي بس اه همشي عشر مرات بس كل تجربة عشر مرات اوكي اوه همشي على البيبوليشن سايز اربعة بس يعني انا هعملها اربعين مرة اوكي بابترى استنى قطر كل شوية استنى الغية اتخلص وسجل الرقم وهكذا ما اكده ابدأ اني لها على ايه على اجسال فالو ابدأ احللها موضو ده مرهق انا عمل حاجات زي كده طبعا هم نتكلم فاربع حالات بس وبعم شرب عشر مرات لكل واحدة فيهما انا بطلع حجمها عشرة اوكي سامبل سايز اقوال تن طبعا ده احسائيين ده رقم صغير جدا من الفن محتاجين تلافتون مرة لو بعمل حاجات زي كده وهبدأ ان انا بص على الهي بتاعتي وانا محتاج من هنا الواحد بس حاليا اوكي وهم اشياء ثلاثين مرة وغير من خمسين لمية مية خمسين لمتين فانا كده احتاج مية وعشرين هعملهم طيب لو انا دخلت تاني معايا اوكي اللي هي number of infected babe ولا بتلي بيهم دخلت مسلا تلات اربع حالات اوكي لو اربع حالات وعند هنا اربع حالات يعني عندي مسلا بمشي عند الخمسين وعند اربع حالات مسلا بتلي مسلا بحالة واحدة حصلة أو خمسة او او ستة او سبعة عيات كان اللي حезيتني بيهم. فأيبدأ امشي عند الخمسين والحالة الاولى تلاتون مرة بعد الخمسين عند الحالات التانية تلاتون مرة خمسين عند الحالة التالتة تلاتون مرة ثمين عند الحالة الرابعة ثلاثين مرة بعد كده مية عشرون مرة بعد كده يبدأ اتم PLA بنفس الطريقة او هكذا القليل باوصل? ده ارقام كبيرة جدا في عاند الرنز اللي ما عملها. بصعب جدا ان حد يعد يعمل التجارب دي باك زمان كان ممكن نسك تعمل الكلام ده قبل الكويتر وما يطلع بالشكل قوي. اوكي? لكن دلوقتي هنعندنا فيه تولز يبتساعدنا جوه اه نت لوجو ان هنعمل الكلام ده. تمام? طب ليه احنا اساسا بنعم يعني بنعم اكتور من ران. اوكي? لان الموديل بتاع اساسا اه زي كلنا احنا بنشوف وحنا بنبني الموديل ان كل شوية بنقول فيه بروبيلتي ان هو اه يحصل اه اه انفكشن. بروبيلتي ان هو قابل حد. ففي جزء ده امان استوكاستك في الموديل بتاعي. فجزء الاستوكاستك ده محتاج ان انا اعمل ران اطلق مرة. انما لو كان الموديل بتاعدي لعماته ران مرة. والتاني هتدي هتدي لي نفس النتيجة. نفس النتيجة بالزبط. مشبه فيه اي خلاف. اوكي? لما طلبة في جزء استوكاستك عندي كل مرة هعمل ران. هل هي نتيجة اختلفة عندي? هل هي نتيجة اختلفة وعي كزا? فطلبة في استوكاستك ويحتاج ان انا اعمل ران اكتور من مرة. تمام? واحنا طبعا بنعمل احنا جزء مننا بتاعته احصائية او احنا في الكلية بدت احصى كتير يعني في اللي ما عارفين ان طلبة فيه جزء عن فيه بروبيلتي او فيه جزء استوكاستك بنشتغل بقى ونقول اوكي احد ادنى تلاتين مرة او يعني باسمبل سايز تلاتين وبالتالي محتاج ان انا ابني اه او اعمل ران تلاتين مرة للسيناريو الواحد. اوكي يعني سيناريو الواحد مسلا ببيلتشان سايز ففتي. ممكن يسمي سيناريو. او همشي بعملوا ران تلاتين مرة تعال تلاتين قيمة. ابدأ اقارن لين? ابدأ اي استخدمهم في المقارنة مع سيناريو ميكاني اللي هو الوبوليشان سايز بهندرد وبقى اكامع سيناريو تالت وبقى اكامع سيناريو تالت سايز وان هندرد ففتي مع سيناريو رابع وان هندرد تو هندرد وبالتالي بعندي فور سيناريو كل سيناريو. عند تلاتين قيمة لي. اوكي? وابدأ اقارن الفور سامبلز ببعضها. اوكي? فعلشان ابدأ اعمل حاجة زي كده جوة انت لوجو فعندتها اكتر من الطريقة. اوكي? في طريقة ان انا اعمل اا كود. ان انا اكتب كود معين. اوكي? جوة انت لوجو هو ده اللي اعمل له رن. يعني هو ده بقى في عندي فونكشن او في عندي كده اسمي رن. اوكي? وفي ستوب وفي جو برضو مش موجود بس انا مش ضغط على ستوب والجوة. هندلهم من جوة الايه من جوة الرن اللي انا عملها ديها. في بروسية ما اسمي رن وهي اللي هي تنادي على وعلى وخلت اشتغل العدد المعين اللي انا عايزه من المرات. اوكي? طب الكود ده بستخدم في امر ايه في عمد امر اسمه ربيد. انا بعيد ربيد يعني من اسمي انا بعيد حاجة. ما اما قوله ربيد تن يبقى عيد هالي عشر مرات. يبقى هتعدي الحاجة لبتوين البراكت اللي فوق ده مع البراكت اللي تحت. اوكي? انا عندي براكت ده. هيعدني المبينة البراكت ده. اوكي? يبقى كل اللي في النص ده هيعدهولي كم مرة? عشر مرات. العشر مرات اللي هي موجودة فين? اللي هي موجودة عند هنا. طب لو عايز تلاتون مرة اغير عشر دي وخلها ايه? اغير عشر دي وخلها تلاتين عند هنا. اوكي? في الحالة دي كده يعدي تلاتون مرة. هيعمل ايه? هيبدأ هو يجي يقول لي النمبر بيبو. اوكي? ويبقى ايه لك ده ينادي على السيتاب السيتاب على كده يعدي بطن اسمه السيتاب بضغط عليه كليك فيه وينادي على السيتاب بروسيدور يبقى يشغلها. اوكي? لأنا هنا بنادي على سيتاب من جوه ايه? الكود ده هو البروسيدور دي اوكي? ينادي على سيتاب على كده يبدأ حوط له عشان اخليه يقف امتى? لو انا مش حطه جوه الجوه اوكي? اه انما لا ده ده يعني ممكن ان انا حطه هنا ممكن اعمل ايه جوه الجو وهو يشتغل عادي يعني ممكن احطه هنا او جوه الايه او جوه الجو زي ما احنا عاملين جوه الجو بتاعتنا هنا لو هو برا الجو بقول له وايل اكبر من الزيرو يبدأ ايه يروح ايه طالما في عند حد بروح على الجو. اوكي? ويبدأ يشتغل كيف يعمل اوكي? فاللي بيحصل هنا ان هو بيبدأ في البداية يحط للي عندي بيخل لنا خط هيطع دلوقتي اوكي? بيبدأ يحطي للي بتاعي بعد كده بينادي على سيتاب بيعمل عندي ان لو لسه فيه حد من اوكي? يعني اوكرا اكبر من زيرو يبدأ يروح الجو ينفذ لجواها بعد كده في الاخر بعد ما يخلص الجو خالص بيدينا اخر تيك وصل لها في الجو. اوكي? يعني بدينا اخر رقم في الجو وصلي يعني الجو في دل ماشي ماشي حد ما واقف. اخر تيك عندي كام وصل 100% من البوليشن انفكتد سيه عند 300 400 ايا ان كان يوم مطلع على عمل اللي برينتو الهي التكسي عمل هيا برينت فين بيطلع هالي في فايل عملي. دي طريق ان انا ممكن اسأخدها بيكود يعني